حسين أيوب كلام السيد كيف تقرأه وكيف سيتم على الأرض السياسي شو رح تكون تداعياته وتأثيره بشقاه ما له علاقة بالحديث الموجهة للأمريكيين وما له علاقة باتفاق مار مخايل ولي وصفه أنه بوضع حرج بالجزء الأول اللي له علاقة بموضوع الضغط والحصار اللي عم بينحكى واضح أنه فيه تعبير عن استشعار لدى حزب الله أنه فيه خشية من محاولة تسويف للمسار اللي تم رسمه لموضوع الترسيم يعني إذا منتذكر كان عم بينحكى أنه الحفر الاستكشافي بيبلش بأذار هذا التسريبات الأولى كانت عم تحكي أنه بيصير بأذار وزير الطاقة بلسان وقال من يومين هو وعم بيكون على متن الباخرة اللي كانت عم تعمل الموضوع وتمسح الأثر البيئي بحق القاناة قال أنه الحفارة ستصل أو متوقع وصولها ببداية الصيف وأنه تنجز عملية الاستكشاف الحفر الاستكشافي بآخر 2023 يعني أنت عمليا طار منك بسرعة بلمحة بصر طار منك نص سنة صرنا بدنا نحكي ببداية العمل تنشوف النتائج تنشوف شيء بأول 24 فكأنه الأمريكي أخد ما يريده بالموضوع اللبناني اللي هو موضوع الترسيم وهذا الأمر واضح أنه عم يترك هواجس عند حزب الله أنه مقابل هاي الخطوة اللي عملها لبنان وهذا الالتزام مش بالضرورة هذا المسار يكون مفتوح يعني أنه نحن اليوم نشوف الإسرائيلي عم بيطلع غاز من حق الكريش وبلش يصدر إلى أوروبا هل هذا المسار هو مسار ثابت؟ يعني أنه بكرة حزب الله إذا تعرقى المسار التنقيب بالبلوك رقم 9 هو رح يوقف مكتوف اللي يدين وخصوصا أنه هذا شيء معطوف على مجموعة التزامات التزاموها الأمريكان منه موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية هذا الموضوع عمره سنتين ونص نحن بقاب 2021 وقت لتصلت السفيرة الأمريكية مش إجت ولا طلعت بيان بالرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وقالت له أنه نحن رح نشتغلكم على موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية من خلال البونك الدولي أنت اليوم صرت بشباط صرت سنتين ونص من عمل حرف جيد سيد شو عم بيقلهم؟ عم بيقلهم يا أخي أنا ما بدي مش بالضرورة أنت تجيبهم أنت استخدم هالأسلحة مطاحة لإلك إذا الإيراني عم يرد عليك تاخد هودة يخي يجيب هالورقة هدد فيها بس عملها آلية للترجمة على الأرض نعم هدد بالصينة هدد بالروسية هدد باللي بدك إياه بس بده ناس يكونوا إلو نركاب بالبلد يسرجوا يقولوا بلحظة من اللحظة عامل اتفاق بيقلك لا يمكن العودة عنه ماضيه أنت بتقول لا يمكن العودة عنه طيب بأتفاق مارمخايل اللي وصفوا أنه بيوضع حرج شو بيعني هالكلام؟ هلأ إذا قال لك حدا أنه في مريض بالمستشفى وضع حرج أنت شو بتستنتج؟ بتستنتج أنه بأواخر أيامه بأواخر عم بتهيئ الرأي العام عم بتهيئ الرأي العام أنا بعتقد أنه التفاهم يعني خلينا نقول وضعه حرج بكل معنى الكلمة خطاب رئيس التيار كمان الرد على السيد بموضوع أنه اللي بده يجيب رئيس على ظهر الفوضى مثل اللي بيجيب لا 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 التغريد اللي محاها التغريد اللي محاها اللي إلا علاقة بموضوع اللي بده يتمرجل على الغرب يتمرجل على الرياض سلامة هايدي هايدي الهون بتعكس بمناخ معين إذا بدك والمناخ اللي كنا عم نحكي عنه اللي أنه اليوم جبران بيسيل ما بده يطلع من التفاهم لأنه إذا بدك توصف الواقع الحقيقي شو هو الواقع الحقيقي هو كان بيملك ورقتين قوة ورقة القوة الأولى هي السلطة ميشيل عون رئيس الجمهورية ست سنين هالست سنين كان كل حدا بالبلد بده شي بده موعد بده خدمة بده تعيين أي شي بدك يا بالبلد ممرك الإلزامة جبران بيسيل استخدم هاي الورقة اللي اسمها ميشيل عون برئاسة جمهورية بس آخر شي إلى تاريخ معين انتهت الصلاحية طبعا بعد عنده عنصر قوة تاني مهم اللي هو اسمه التفاهم إذا تخلى عن التفاهم وعن رئاسة جمهورية شو عنده ورقة قوة تالتي هل يعني بصير السؤال بس فقط لا غير أنه هل هو يراهن على مناخ شعبوي ياخد المناخ المسيحي إلى تطرف أكثر من حتى الناس اللي تاريخيا كانوا يضلون دايما على يمينه أو يساره مثل ما بدك تسميهم يعني عم نحكي لخطاب القوات لبنانية أو الكتائب بتصور بتصور إذا أخذ المناخ طبعه إلى هذا المكان بيكون فعليا فعليا هذا خطاب تأسيسي للحرب الأهلية ما قادر شوفه إلا بهذا الاتجاه